أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بالنسبة لهذا التجمع المبارك في الحج وحدة للمسلمين ودعاء واحد يتجهون إلى رب واحد عز وجل ماذا يستفيد المسلم من هذا الاجتماع المبارك بالنسبة للحجي حفظكم الله الله شرع للمسلمين اجتماعات في العبادة اجتماع في الصلوات الخمس المساجد اجتماع في مصلى العيد لصلاة العيد اجتماع أكبر وذلك بالحج في عرفة وفي المشاعر المكرمة فإنه في كل هذه الأمور يجتمع مع إخوانه المسلمين والاجتماع قوة بين المسلمين وحدة المسلمين وإظهار قوتهم تعارفهم الاستفادة من بعضهم بعض نعم نعم